موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة إخبارية مباشرة تأتيكم من قناة العيون نستهلها كما عودناكم بالعناوين الرئيسة موسيقى تحذرا لتمرين أسد الإفريقي 2022 تنطلق اليوم الضورة الأكاديمية للتكوين برسم تمرين هذه السنة لفاعدة أفراد من القوات المسلحة الملكية ومن جنسية أخرى موسيقى وتحت الرعاة السامة لصاحب الجلال الملك محمد السادس انطلقوا فعالية المعرض الدولي لكتاب والنشر بالرباط والآداب الإفريقية ضيفوا شرف هذه الدورة موسيقى ومن الصمار نتابع برنامج الاستعجالي للتقليص من الآثار السلبية لنقص التسقطات المطرية عبر توزيع الأعلى في على الكساب موسيقى اهلا بكم والتفاصيل بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تاناة إلى صاحب الجلال الملك كارل غوستاف السادس عشر عاهلي مملكة السويد وصاحبة الجلال الملك سيلفيا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما في طارية المخطط الشامل للتعاون العسكري وتحضيرا لتمرين الأسد الإفريقي 2022 انطلقت اليوم العثلين الدورة الأكاديمية لتكوين برسم تمرين هذه السنة لفايدة أفراد من القوات المسلحة الملكية ومن جنسيات أخرى وأضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا النشاط المبارمج في موعه المحدد على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأقدير على هامش تمرين الأسد الإفريقي سيهم هذه السنة تكونات في المجالات المتعلقة بإجراء المنورات العملية ومن بينها أسلوب التخطيط العمليات المشترك بين القوات والجوانب القانونية والإعلام العام والتخطيط الطبي والأمن السيبراني وتقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات وأوضح البلاغ أن هذه التدريب التي سيعطرها مدربون عسكريون من القوات المسلحة الملكية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى شريكة تهدف إلى تطوير قابلة التشغيل المشترك بين القوات وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات وكذا التحضير للمهام المرتبطة بالتخطيط داخل مراكز عمليات تقام بمناسبة تنفيذ تمرين الأسد الإفريقي 2022 وفي جديد الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة والحماك الاجتماعي اليوم الاثنين عن تسجيل 233 إصابة جديدة بكوفيد 19 مقابل تعافي 114 شخصاً وذلك خلال 24 ساعتنا الماضية وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة كوفيد 19 أن 6 ملايين و 450 ألفاً و 618 شخصاً تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 318 ألف و 535 شخصاً مقابل 24 مليون و 836 ألف و 841 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى جلست الأسئلة الشفاهية لمجلس النواب تناول خلالها بعض نواب الأقاليم لجنوبية وضية المقاولات الصغرى والمتوسطة وسبل دعمها بالإضافة إلى مشاكل وتحديات الأداء لنتابع خاصة من اعترفوا المقاولات الصغرى متوسطة أي إجرال يتخذ الفائدة ينعكس على المؤشرات الاقتصادية العامة وعلى تشغيل السيد الوزير ندور منكم تقبض بعين لاعتبار المشاريع الجهة الداخل أو هذه الذهب تطرحونها وتحاولوا الدعمهم بالقدر الممكن شكراً وفي الظرفية الحالية من المؤسف جداً هذه المقاولات متضرحة حتى من غلاء الأسعار المواد الأولية والمحروقات من اللي أثر لتنافسية المقاولات وليد العاملة وهذا لابد أنك بضوب عن الاعتبار في مشروع المالية السنة المقبلة إن شاء الله ونحن اللي همنا في نهاية المطاف هو أن هذه المقاولات تمسامدة في هذه الظروف صعبة لمر بها العالم وخصوصاً أن صاحب الجلالة يعطي اهتمام خاص بمقاولة الصغرى متوسطة والحكومة على ما أعتقد أنها ملزمة أنها تقدم دعم لهذه المقاولات لكن حافظ على ملاصب الشغل توفرها أن هذه المقاولات شكراً سيد الوزير بعجالة نحن غداء وبعد غداء عندنا واحد المؤتمر مهم على المقاولة الصغرى والمتوسطة مشاركة مع البنك الإفريقي التنمية وجمعنا فيه كل المتدخلين فعلاً باش نتكلموا على هذه الموادع كلها ونخرجوا إن شاء الله بإجراءات يعني نكونوا تكلمنا فيها مع بعدياتنا ولكن الحكومة رأي وجدت واحدة العدة متكاملة اللي فيها القضية ديال الولوج للصفقات رأينا سنتنقش فيه في المجلس الحكومي في الأسابيع القليلة المقبلة بالإضافة إلى عدة متكاملة كنا نعود نقول لكم موازية لمتاق الاستثمار وهذا الشيء اللي كنت نتدره للمقاولة المغربية لأننا نقص ندعمها في الاستثمار دياله بشكل مباشر والحكومة ستكون جريئة إن شاء الله في هذا الموضوع سيدة الوزيرة المذكرة الأخيرة للسيد رئيس الحكومة تتكلم عن إصلاح الأداء إلى حدود الساعة أنا أعرف عدد كبير من المقاولات عندها ما بين سنة أو سنتين عن دافع لديكونت ديالها ومنين كان نقول لك يعني دافع لديكونت ديالها يعني يرى عندها الأكيزي ديال أسميته ما بين سنة وسنة ونص وخصوصا يقليم السمارة إذن كان طلبوا التدخل سريعا للمساهمة في حل هذه الإشكالية الكبيرة ليرجع الروح في المقاولة اللي لها الفضل الكبير في التشغيل وشكرا السريع هو شيء مهم جدا لأن هدف ديال هذا الاستثمار العمومي هو أن يكون إنعاش ديال الاقتصاد الوطني ونساعد المقاولات ديال القيطع الخاص ولم شاوهم يمولوا نفسهم بثمنيات شعود عشرة في المياه في الأبناء هذا سنقص من نجاعة ديالهم وبالربح ديالهم بالتالي ما يمكننا غير نتفقوا بأننا خصنا نسرعوا كنشتغلوا على أوراش كبيرة باش من أجل تسهيلة وتفسيط هذه المساطر ويكون عندنا الوضوح لأن نتكلموا على الأداء على أجل الأداء ولكن الوقت اللي كانت قلبوك لقومة شيء أجل الأداء هو المشكل الكبير كان مشاكل أخرى اللي لابد نترقف ولكن ديكسعة قطع بقطع مع كل مقاولة كل مشروع كبير خصنا نترقوا لي فمنشور ديالسيد رئيس الحكومة بقاليه شهرين ما غير يجيش بشهرين يفق مشاكل عندهم سانتين ولا تلسين كما قلته ولكن هذا ماشي جواب لغادي يقنعك غايباش نقول لك راحنا ما جاهد المنشور إلا بأننا عنا تفهم بأننا خصنا نسرعوا بهذا الشيء بالدخل وتحت شعار الجهوية المتقدمة تكريس لمفهوم دولة الرعاية الاجتماعية انطلقت أشغال الدورة العادية للمجلس الأقليمي لحزب الاستقلال بإقليم وادي الذهب وإقليم أوسرد وركزت أشغال الدورة على الدراسة والمصادقة على عدة نقاط من بينها تقرير العام حول الأوضاع التنظيمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئة بالجهة الدراسة والمصادقة على البيان الختامي لهذه الدورة التي اختتمت بتبني عدد من التوصيات التي أصدرها المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لكل المناظلات والمناظرين الذين ساهموا في إجاح هذا الاستحقار التنظيم في جو من نكران الذات وتكريس العمل الجماعي فلهم منا كامل التقدير والانتنان فهكذا عهدنا مناظر حزبنا عنوانا للتضحية والعمل الجالي ونحن ونحن نعقد أول محطة تنظيمية لحزبنا من بعد الانتخابات الأخير وكما عشرنا إلى ذلك في عناوين النشر وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت فعاليات المعرض الدولي لكتاب والنشر بالرباط النسخة السابعة والعشرين من التظاهر اختارت الأدب إفريقية ضيف شرف هذه الدورة التي تعرف مشاركة عارضين من مختلف أنحاء العالم من الرباط مرسلة سلك زبير والمحجوب كزيزة الرباط عاصمة الثقافة للبلدان الإسلامية والإفريقية حدث المعرض الدولي للكتاب والنشر يجسد هذه المكانة الثقافية باختيار المدينة لتنظيم النسخة السابعة والعشرين رسالة عديدة حملتها التظاهر وجود هذه المعارض وجود هذه اللقاءات بقوتها حتى المفهوم جل ديبلوماسية التقافية أن تعطي القدرة أن ندوز الرسائل حتى سياسية بالنسبة المواقف المغربية بالنسبة التاريخ المملكة المغربية بوحد طريقة التي تكون نائمة وهذا يجعل الكتاب وحد القوة التي لم يكن لدي مجموعة المجالات أخرى التقافة والقراءة أعتقدها أنها أحسن سلاح لكي ندفع المواقف الجنة هو شرف عظيم لي ولبلدي الذي دعي لهذه التظاهرة مع عدد من البلدان الإفريقية كرواندا والبنيين القابون السنغال زامبيا وبوركنا فاسو بوروندي وعدد من البلدان الإفريقية كضيف شرف لهذه الدورة ونثمن هذه البادرة من جلالة ملك وعلى عنايته الخاصة بحضورنا هنا فرصة متميزة للتعبير عن سعادتنا بالمشاركة بهذا المعرض بالمملكة المغربية وهي مناسبة جيدة أيضا لإبراز تجليات الثقافة والأداب بالبلدان الإفريقية الأداب الإفريقية ضيف شرف الدورة من خلال مشاركة وازنة لبلدانها بلدان تطمح من خلال إنتاجاتها الأدبية والفكرية لوقف أعمال العنف والحروب الدائرة بها وإشاعة ثقافة السلم والأمن بالقارة مشاركة البلدان الإفريقية ضمن معرض الكتاب الدولي من خلال مؤلفاتهم وأفكارهم لتصليط الضوء على ما تعيشه إفريقيا من مشاكل تهدد أمنها هو قيمة مضافة لإشاعة ثقافة السلم والأمن بالقارة بهدف النهوض بها وتطويرها أصناف عديدة تعرضها تظاهر الدولية للكتاب والنشر العطفال المغاربة يقفون في هذه اللحظة برواق البلدان الإفريقية لمتابعة ما يكتنز هو الرواق الأدبي الإفريقي الموجه للشباب والأطفال يوم ما جينا للمعاهي بزوين شفنا فيه بزف ديال القصاص وذلك شي زوين واخدنا ديال قصاص وذلك شي زوين وذلك شي ديال الأفريق وجميع الدول نشارك ضمن هذه التظاهرة والسعادة تغمورنا والمعرض عبارة عن نافذة نحاول من خلالها إرضاء زوارنا من فئات كالشباب لنوفر لها كتب ومؤلفات خاصة بهم ترضي أذواقهم خمسمائة ألف شخص من المنتظر أن يزوروا أربقة المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط يقفون على مختلف أصناف الإنتاجات الأدبية والفكرية لمختلف أنحاء المعمورة تظاهرة دولية تعرف ندوات وورشات الموازية لهذا الحدث الثقافي الكبير والذي يخلذ لرمزية الاحتفاء بالكتاب والنشر بالعالم على مساحة الهكتارين تم تأسيس لأرضية المعرض الدولي للنشر والكتاب هنا بالرباط في نسخته السابعة والعشرين بعد النسخ الماضية التي كانت تقام بمدينة الدار البيضاء تظاهرة هذا العام تم اختيار إفريقيا كضيف شرف لهذه النسخة سارك زبير محجوب كزيزة والحسن فاطيب لقناة العيون الرباط وبصمار أشرفت الدوائر المعنية بالشأن الفلاحي بالإقليم على توزيع الحصص المخصصة للكثابة من الشاعير المدعام العملية تأتي في طار برنامج استعجالي لتقليص من الأثار السلبية لنقص التساقطة المطرية تفاصيل أوفاف روبرتاج محمد تاروزي وعبد الله المحمود وأحمد سالم الكين يتم هنا تجميع الشاعير المدعام المخصص للكثابة بصمار مسؤول الفلاحة يقفون هنا على آخر التفاصيل قبيل بدي عملية التوزيع والحصص المخصص للإقليم تقدر بـ 12 ألف قنطار ضمن برنامج استعجالي للتقليص من الأثار السلبية لنقص التساقطات المطرية تم تخصيص حصة 12 ألف قنطار لفائدات كثابة إقليم السمرة بحيث المدة ستشمل مدة الصيف حوال ثلاثة أشهر وستفيد منها كثابة جميع جمعات الدورة القراوية تابعة لإقليم السمرة بالحيث يتقدم الكثاب بالبطاقات التعريف الوطنية ويستفيد من المستحقات ويستفيد من حصة المرصودة له وتم أخذ معطيات متعلقة بالحماية الجماعية الساملة اليوم السبشر الخير بمجموعة من التدخلات ومنها هذا الدعم الذي جاء في وقته وكان بالحح من ممثل مربي الكثابة وهذا الحمد لله الدعم يجي نتيجة لظروف الراهنة وهي عامل جفاف أولا دخول الصيف ثانية عامل جفاف الذي هو مؤثر والحمد لله نشد الآن عملية عملية انتقال دخول الزرع للمخزن وهو بثامن مناسب أزيد من ألف كساب يستهدفهم البرنامج الاستعجالي على مدى نحو ثلاثة أشهر للتقليص من أطار الجفاف الذي خيم بظلاله على الكسب والكسابة هذا القليم الذي هو عالم الجفاف لمدة أكثر من خمس سنين الآن والذي هو في أمس الحاجة إلى الدعم من ناحية الأعلاف ومن ناحية أي شيء ينقض هذا الموروث الحيواني الذي هو عندنا والذي نحن في أمس الحاجة الآن لكسبة الآن ها وخمس عمان يعني يستنفذوا كل طاقاتهم وكل جهودهم يعني باش ينقضوا هذا القطيع الذي هو عندهم ولكن الله غالب هذا العام وهذا العلاف دائما يجيب فقطه وثنة أثانية أساسية عندنا على أن العلاف يخص يعود في فصل الصيف بداء مثلا من شهر خمسة وشهر ستة وشهر سبعة إلى شهر تسعة هذه هي الوقات التي الكساب لاحق فيها العلاف نحو 22 ألف رأس من الإبل و70 ألف من رؤوس المجترات الصغيرة تضمها جماعة الصمارة رقم مهم من المواشي تعمل الدوائل المعنية بالفلاح على تنميته والتدخل أوقات الجفاف للتقلص من أثاره السلبية من خلال برامج استعجالية ودعم للأعلاف وبمنطقة تورط شمالي مدينة الداخلة وتحت شعار ولاء أولاد الدليم للملوك العلويين ماضي مشرق وحاضر متعلق نظمت قبيلة أولاد دليم أولاد بعمر ملتقا لصلة الرحمي حضره إلى جانب أبناء قبيلة أولاد دليم عدد كبير من شيوخ وعيان القبائل الصحراوية حيث كان مناسبة لاستعراض علاقة قبيلة أولاد دليم مع الأسرة العالوية المجيدة وتاريخ هذه القبيلة المجاهدة في الكفاح ومحاربة المستعمري واستكمال الوحدة الترابية للمملكة الملتقى كان أيضا فرصة لصلة الرحمي بين أفراد قبيلة أولاد دليم وباقي القبائل الصحراوية وتجديد البيعة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله هذا الملتقى هو كما أسلفنا من أجل سيرة الرحم بين قبيل أولاد ديم والقبائل الأخرى وهو فرصة من أجل يطلع الناشية على الخصال الحميدة التي كان يتميز بها أسلفهم والمتتبع للتاريخ لا بد أن يشهد لهذه القبيلة بعلاقة الوطيذة مع الملوك العلويين من المولى إسماعيد إلى المولى الحسن الأول إلى المولى عبد العزيز والمولى محمد الخامس الذي كان قد زاره وفد المولاد دليم ومن بينهم غوثاه ودعب يظل سنة 1957 كما أن الملك الحسن الثاني رحمه الله قد استقبل وفد المولاد دليم في مدينة الطرفاية وقد رأسهم محمد فاضل ود الخطاط الورقة الفنية للنشر من منطقة مونت لاجولي بالعاصمة الفرنسية باريس حيث كان لمغاربة العالم موعد مع العرض المسرحي لفرقة المسرح الوطني جوجاب عرض مسرحي من الأعمال المميزة يجدد اللقاء مع محبي الأعمال الفنية الوطنية بما فيهم أفراد الجالية المنحدرة من الأقالم الجنوبية حافظ محدرة غالي قارحي محمد بعيريس والتفاصيل جمهور غفير من أبناء الجالية المغربية المقيمة بمنطقة مونت لاجولي بالضاحية الباريسية لم يفوت فرصة العرض المسرحية للعمل الكوميدي الناجح لفرقة المسرح الوطني جوجاب وحضر بكثافة لمتابعة فصول هذه المسرحية التي تواصل حصد المزيد من التألق بعد عقدين من النجاحات أبطال هذا العمل الفكاهية أبدع مجددا في إمتاع الحضور الذي غصت به القاعة شكرا على هذا الجمهور على هذا الجماهر الغفير التي حضرت لنا ما شاء الله دعمتنا مزيان نحس برسنا بأننا في الأوج العطاء شكرا لهم هذا مكسب حسين به وخصوص في الديار الفرنسية تلقى الناس حقها متبعين وعلى شكل الفضائع كأننا قلسين معنا في قلب البلاد نحس بهذا الحرارة بهذا الحرارة الإنسانية التي يوجد عند الجمهور المغربي خارج الوطن وداخل الوطن هذا ليس شيء غريب على الجليد لأننا دائما يتفعلهم عن مصرحيتنا ودائما يلقوا رسوم في مصرحيتنا وكيلقوا المغرب وكيلقوا العادات وكيلقوا تقاليد وإي حاجة قلنا كتقيسهم نحن سفراء التقافتنا والسفراء المصرح المغربي شكرا لهم تشجيع للحب ديالهم ما شاء الله الجالية المغربية كي نبكت رفض ديال الأوروبية فكانت من ونشاء الله نشوفهم العام جدي بعمل جديد نساء الله لأزيد من ساعتين من العروض الفكاهية تواصلت أطوار هذا العمل المصرحية الذي يجدد اللقاء مع عشاق الأعمال الإبداعية المغربية خاصة منها التي لها حضور قوي في ذاكرة المغاربة أينما وجدوا جمهور من مغاربة العالم بما فيهم المنحدرون من الأقارم الجنوبية للمملكة تفاعلوا بقوة مع فصول المصرحية استفال المصرحية ديال جاو جاب وشفنا بزا في الاستقبال في هذه المصرحية من درس فرحانين منعرف المصرحية تكون في مطلاجولي وكنشكور قال للناس اللي يخدموا معنا واللي سهموا معنا هاد المصرح كيد لنا على صلة وصل بيننا وبين بلدنا الحبيب يعني ولادنا احنا الحمد لله فرحنا بولادنا جاو اليوم العيالة رجال نيسا جاو جمهور غفير جدا الجالية اللي هون الصحراويين المغاربة تعلموا لهجة الدريجة والحسانية ونتمون نحيو ثوراتنا ونتمنوها تم تكرر من عام لعام نتفرجنا في المصرحية كان عندنا بغيما الشوق والحماس باش نتفرجوا فيها خاصة النبعات عن بلادنا وما تلينا شايفين مع هاد الكوفيد ما كما تلينا شايفين شي مصرحيات ما تلينا شايفين عمال ما قدنا نقيس بلادنا غير بعد قربونا وشا فوجو علينا جاءت الفرق المصرحي الوطني بتعطينا هذا العرض وتيخرجوا الابتسامة بعد هاد المأساة اللي كان دي الكورونا والناس عانت بعد الزفت الحويش دبال الحمد لله راه هذا العرض نفس علينا شوية ونتمنى هاد شي تكرر وشكرا بعد إيطاليا وبلجيكا تتواصل عروض هذا العمل المصرحي المميز لفرقة المصرح الوطني بربع فرنسا وذلك في إطار جولة بالعديد من البلدان الأوروبية للتواصل عن قرب مع مغاربة العالم وتجديد الوصال وتقريب مجموعة من الأعمال المصرحية الناجحة من الجمهور المغربي الضواق للإنتاجات الفنية الوطنية سواء داخل أو خارج أرض الوطن بيقليم على تخصيص دعم تربوي لمؤسسات تعليمية بترابي الجماعة عبر عن مجموعة من الحواسيب التي من شأنها دعم مكتسبة المتعلمين في المعلومات حفظ مهدار وجمال خصوصي وتفاصيل تلاميذ هذه المؤسسة التعليمية الابتدائية يستفيدون من مجموعة من الحواسيب بمبادرة من المجلس الجماعي لتغاجيش في إطار اهتمامه بتطوير ملكات ومكتسبات أطفال هذه المدرسة في مجال المعلومات مبادرة تفاعل اتفاقية شراكة مع الدائرة التعليمية الإقليمية للرفع من مستوى المتعلمين في هذا الحقل سليم مجموعة من الحواسيب لفائدة مجموعة مدرسية الإمام البخاري هذه العملية تنضاريجة من الاتفاق التشراكة المبرمة بين المجلس الجماعي والمديرية الإقليمية للتعليم هذه الحواسيب إن شاء الله من شأنها ترفع من المرضودية ودعم للتلميذ من أجل أنه يواكب هذا التطور التكنولوجي الذي شهده العالم ككل لمساهمة أيضا في الرفع من مستوى التلميذ الالتفاتة بطبعها التربوي ستساهم في تمكين تلميذات وتلاميذ المؤسسة من أساسيات استعمال الحواسيب وطرق وآليات البحث وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال دعم المعارف هذه الجهيزات سيكون لها وقع كبير على مستوى المتعلمين في استعمال هذه الجهيزات واستخراج المعلومات التي ستفيدهم في مصاريهم الدراسية مبادرة تبرز اهتمام المجلس الجماعي القروي لتغاجيش وكافة الجهات المهتمة بشأن التربوي بهذا الوسط وتكرس التوجه نحو الاهتمام بالتكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لصالح دعم المصاري والتحصيل الدراسي للمتعلمين الزميرة خديجة رشدي ومن خلال تقريرها التالي تطلعنا على جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثة وكتبت حرارة الصيف تزيد من منسوب الاحتقان داخل مخيمات تندوف وعود قادة البوليساريو التي أطلقت السنة الماضية لتجاوز انتفادة العش السنة الماضية لتبخر المدعو الدبرهيم حميم القيادي في الجبهة الانفصالية باعتباره ما يسمى وزير المياه والبيئة كما تفضل جبهة الانفصال تلقيبه أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن تدشين أنبوب مياه مبشرا بقرب إطلاق شبكة أنابيب في المخيمات وتشييد خزانات للمياه بهدف تدارك النقص الحاصل في المياه وهي نفس الوعود التي تم إطلاقها السنة الماضية وبشكل متلعثم أعاد نفس الشخص ليقول أنه وعلى الرغم من إطلاق هذا الأنبوب الجديد فإن الولوج للمياه ليس حرا ومتاحا للجميع حيث تم إعطاء تعليمات لوقوف عناصر الجبهة على سير عملية توزيع المياه بحجة ضمان استفادة الجميع والمساهمة في انتظام التزود في الوقت المناسب حجم الاحتقان داخل مخيمة تندوف أخذ في التصعد ومصيبة العطش قد تعصف بخيام قيادة البوليساريو بعد سنوات من الضحك على المحتجزين حيث تغادر قيادة البوليساريو نحو قصرها داخل الجزائر وإسبانيا وغيرها من المناطق التي تم تهريب أموال المساعدات إليها فيما تبقى الساكنة تواجه ويلات الحر والعطش سحيفة هسبريس الإلكترونيا كتبت في آخر مستجدتها الإخبارية أعربت الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين عن ارتياحها للنتائج الإيجابية لخارطة الطريق الجديدة التي وضعها البلدان عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال أبريل الماضي إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيلو دريغيز التي استضافها أحد برامج تلفزة الإسبانية تيفي إسبانيا يمكننا أن نهنئ أنفسنا لأن هذه الخطوة الجديدة تثبت أنها إيجابية للغاية وأضافت المسؤولة الإسبانية لقد وقفنا بالفعل في الأسابيع الأخيرة على النتائج الإيجابية لخارطة الطريق الجديدة التي وضعها البلدان والتي جعلت من الممكن التقدم في العديد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وفي هذا صدد أعربة المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية عن رغبة بلدها المضيء قدما في تعزيز العلاقات مع المغرب وتوطيد شراكة مفيدة للجانبين وأكدت إننا نواصل التقدم في خارطة الطريقة التي تم وضعها مع المغرب لتحسين علاقة الجوار وخاصة إحراز تقدم في القضايا المهمة بالنسبة لبلدنا مثل الهجرة والاقتصاد والأمن ولتحقيق هذا الهدف سجلت رودريغيز أن قطاعات وزارية إسبانية عدة تعمل على اتفاقية جد مهمة تهم العلاقات مع المغرب سحيفة بيان اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غدين الثلاثاء تخصص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم سرد اهتماما متزيدا بمحور دعم المشاريع المديرة للدخل في إطار البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة وساهم تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها الثالث الذي يهدف إلى تقديم الدعم والمواكبة لفائدة حامل المشاريع في بروز العديد من المشاريع المديرة للدخل بماركز بيركندوز التابع لإقليم سرد وتروم المبادرة من خلال هذه التدخلات مساعدة الشباب أصحاب المشاريع ومواكبتهم من أجل تحقيق طموحاتهم وتنزيل أفكارهم على أرض الواقع وكذل المساهمة في خلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية السوسيو اقتصادية لهذه الفئة من المواطنين سحيفة لوتخوة سونس والسونس الإلكترونية كتبت في آخر مستجدتها الإخبارية وقعت جماعة بيركندوز ومدينة فينتيكانو الإيطالية أمس الجمعة الرابع يونيو الفين واثنان وعشرين اتفاقية توأمة التوخى بتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية ووقع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية التي تندرج ضمن التعاون اللامركزي بين المغرب وإيطاليا رئيس بلديتي بيركندوز الفقير الخطات وفينتيكانو نولويجي بحضور عدد من ممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني وحسب الجانبين فإن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا وعدة لتعزيز علاقات الشركة في مختلف القطاعات لسيما السياحة والبيئة والثقافة والرياضة والعمل الجمعوي انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم عبدالعزيز والبراهمات عن عمر يناهز الواحد والتسعين سنة الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء أولاد بوعيط وعن عمر يناهز الخمس والثلاثين سنة انتقل إلى رحمة الله الحسن عبدالله والسيد أحمد والعند الله الأنصاري الفقيد ينحدر من قبيلة الأنصار أولاد تدرالين أولاد سليمان كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم الباز نوع من حماد الباز عن سن يناهز الأربعة والثمانين سنة الفقيد تنتمي لقبيلة صبوية أزوكين تغمض الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه رجع والآن نصل إلى الورقة الخاصة بحور خلال 24 ساعة القادمة بحول الله حيث من المتوقع أن تكون الأجواء حارة مع هبوب حبات رملية بداخل الأقالم الجنوبية نقيس درجات الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط ومن المتوقع أن تسجل 26 مئوية 26 بقلت زمور 44 بعم دريقة 25 بالداخلة 43 بأسرد و33 بالغويرة بالنسبة لحالة البحر على طول السوحل الجنوبية سيكون هائج عموما وعلون موج سيصل إلى الثلاثة أمتار بحول الله شرق الشمس بمدينة العيون سيكون على الساعة السابعة والدقيقة أما غروبها فعلى الساعة ثامنة وواحد واربعين دقيقة مقايص درجات الحرارة ببعض المدني والعواصم المجاورة لبلادنا 43 بتندو في 42 بالرابوني 29 بنواذيبو 44 بتودني 39 بباماكو و37 من المتوقع أن تسجل بالعاصمة الموريتانية نواق شغط إلى التذكير بالعنوين تحضيرا لتمرين الأسد الأفريقي 2022 تنطلق اليوم الدورة الأكاديمية للتكوين برسم تمرين هذه السنة لفايدة أفراد من القوات المسلحة الملكية ومن جنسيات أخرى وكانت من النشرة تحت الرعاية السامية للصاحب لجللاء الملك محمد السادس انطلاقوا فعالية المعرض الدولي لكتاب والنشر بالرباط والآداب الإفريقية ضيفوا شرف هذه الدورة وكان ضمن النشرة من الصمارة برنامج الاستعجالي للتقليص من الآثار السلبية لنقص التساقطات المطارية عبر توزيع الأعلاف على الكساب ختمنا لكم تحيات الطاقمين الصحفي والتقنيع المشرفين على هذه النشرة المباشرة من قناة العيون أطيب المنا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر